سلام عليكم ومحبابكم في قناتي اليوم سنحضر كيش ملحة بالأعشاد والخضر سنحضر كيش ملحة بالخضر 250 غرام أزير أكلي الجبل مقطع رقيق وزعج بيضة واحدة وزيت الزيت البلدية ملحة 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 طبع صغار محكوكي نرقيق غا نشحرهم مع صدر الجاج اللي مقطعته هو طرفات صغار فنشحر اولا البصلاء مع صدر الجاج زيت المائدة وشوية ديال الملحة البزار وشوية ديال سكنجبيل ومن بعد غا نضيف لهم الكورجات هنا عندي تقريبا ثلاثة صغار محكوكي ثلاثة ديال خجوية صغار بطاطا وحدة عاد نضيفهم نشحرهم مزيان ونرجعوا باش نكمله باقيات الوصفة فهنا سرحت لابات ثلاثة الشكل وناخدها ونضعها في القرار في المول ثلاثة 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 بطاطا ثلاثة وضعت الأول ثلاثة ثلاثة قشرة طارية مع 4 كاس الحليب ملح أبزار نخلط نضرب هنا لدينا جبنة الموزاريلا مع جبنة عادي ونضع الخضر سوف نرى كمية التي تكفيني سوف نضرب 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 كل شيء في خطرة نضرب تحت وفق على درجات 180 درجة نضرب كيشة خرجتها من الفران تحمرات نقدمها لكم بصحة والعفية وهنا وجد كيش يعني شطل على فخص عود تعجين أخرى فهذا كيش لم تطيبتهم بزاف لأنني سوف نحتفظ بهم في المجمد ونصحكم الأخوات التي يعملون خارج البيت والأخوات التي في المنزل باش تربحوا هكا الوقت حاولوا دائما تحضروا الحاجة بكثرة يعني الواحد واقف الكوزيناء يعني يحاول يوجد بكثرة ويحتفظ يعني يأكل اللي غياكل والباقي يحتفظ به في المجمد هكا كي يربح الوقت ونقدمها لكم بصحة والعفية وشجعوني بلايك وباشتراك وإلى فيديو مقبل إن شاء الله موسيقى موسيقى